ابتدي من الأهلي كيف ترى فرص الأهلي في مباراته مع ريال مدريد الذي يغيب عنه عدد كبير من النجول بسم الله الرحمن الرحيم بغض النظر عن الفرص بغض النظر عن كل حاجة احنا أمام حدث تريد نعم الأهلي يواجه ريال مدريد في مصف نهائي كأس العالم الأندية ده في حد ذات وحدة أي أن كانت نتائج بص يا سخير حم نتكلم فيه ان احنا في الرياضة المصرية في سنة كبيصة نعم سنة ايه؟ كبيصة تقلنا سنة كبير تلسة نتخب مصر أكثر حاجة عملها وسن نهائي كأس أم أفقية مع كيروش خرجنا أو ما اخدناش بطولة رحنا كأس عالم نفس الأمر تكررنا مع السجال تكرر الأمر في ظل أجواء محتقنة وخناقات بدون داعي وضغيق في حاجة من وره في البلد دي في الرياضة المصرية هو أن الأهلي يسطر تاريخ أهلي عنده منظومة عنده سيستم عنده نجاح الأهلي ما أخدش دورة فقرة أنا كنت متواجد مع الأهلي في نهائي في المغرب في شهر الخمسة أمام الوداد وشفت بعيني كل العوامل والمؤشرات كانت بتقول أن أهلي مش هيكسب المغرب أو ما رحنا أبدا 4-5 أيام كان كل الظروف تصب في صالح الوداد المغرب وكأن القدر وكأن عدلة السماء بصورة الكابتن الراحل محمود بق أرادت أن تكافي الأهلي أن تكافي الأهلي على كم الظلم اللي تعرضوا أنا بكلم هنا كمصر بق أو كشاهد عيان وقتام وقدر بقى للأهل الهدية جميلة والأهل من النور اللي بيستثمر الهدايا نعم أبى الهدية النبع لاستثمر أبى الهدية والأهل أبى الهدية والوداد رفض الهدية وكأن الأهل أصبح يحمل على أتقل أفراح الكرة المصرية والكرة الأفرقية والأفرقية صحيح يعني إلا أنت تخيل أن الوداد بطل القرى بلعب في وسط 70 ألف في مركب محمد الخامس ده شوف اللي عم لا جماهر المغرب الواحد لو قاعد يحيي المغرب مدى الحياة لا كمان يا أستاذ خير اللي راح الملعب به الأستاذ محمد الخامس بيعرف الجماهر بالجباب تشجع زي متواصل يا جماعة 90 دقيقة متواصل إحنا في مصر مسلا ممكن نشجع الحماس يخدن قبل مرشب شوية ونركن ونركن لا فما بالك الوداد بجمهور بقوته بنجومه فشل الأهل في ظروفه مدرب لسه مش عارفين نقيمه جيد ولا هو جاي جدا نتائج ماشي معاه كويس واحد وعشر مباراة لم يهزم مباراة بالضبط لكن أنا قصدي لسه معلاش الرصيد بس كابتن رضا عبدالعال شايفه كفتاجي انت عايس لربسني في كابتن صديقي بس كابتن رضا عبدالعال مدرسة النقد الغازة كابتن رضا لا يقتنع إلا بأشخاص هو من وجه النظر شايفهم يعني تكيز جونياس هو رضا عبدالعال شايفهم ويعشاؤه هو هبط وضي دجلة وبيعشاؤه برضا وبرامد نفس القسط فهي مدارس في النقد والتحليم لكن كويرر مدرس يوم مدرب أنا أياسي بك ومدرس مدرس يوم بعد يوم بيعمل رصيد مع الجمهور بيكتسب الخبرة ما وصلش لمحارف من الجزء ما وصلش لمحارف بير من الإقناع مثلا لكن هو يوم بعد يوم الأهل مقنع جدا بيتطور بيعرف يقرأ المباريات بشكل جيد يكسب الأهل معادش فيه نجمة الأهل كله نجمة حضرتك القطية دهوقتي كوير تاريخه مع الأهل إيه ها واحد وعشرين مباراة فاكر أعديقة في ماتشاط والتاريخ دهوقي في ماتشاط النتائج النتائج صح يا دي بقيم تجربة ما حدش بيتكلم عن أداء بالظبط كده وأداء الأهل كويس مش روح بالظبط تجرب بقى ريال مدري احلم ومن حقك تحلم وأنا أحلم المغرب هي اللي خلتنا نحلم طبعا وجودنا إن إحنا حسين إحنا مع بأرضنا كم المسندة والتحية والتقدير للجمهور المغربية ليه بقى ريال صحيحين الأجواء دي إيه شافوا مننا في كاسر عالم المحبة كنا كنا بنتنطط كأنه منتخب مصر الإعلام المصري والجمهور المصري والصحافة المصرية كلنا كنا عقرب واحد في دعا من منتخب المغربي نجوم المقدم البرامج في مصر كان بيطلعوا بيرتدين شغط المنتخب المغربي حبا ودعما ومسند مش عايزة حاجة إحنا بنعبر على الأفسط مشاعر بشعب شخص طريق عربي كان بيمثلنا من السباق الأهلي بيعبروا ده اللي قاله فوضي لقشع رئيس الاتحاد المغربي ناب رئيس الاتحاد الإفريقي لما يقولك ممثلنا ممثل المغرب هو النادي الأهيد بص دي جبلة عظيمة طبعا سيد خيري عايزة أقول أحبك حاجة مان ومن الزكاء أن يكون الطرف الثاني من أفرق أهلي الشعبية والبطولات وحجم التسويق هو دخل قانوني هو ما دخلتش هو دخل تبع اللايحة هو أهلي ما جملش لأن البعض بيطلع يقولك إيه وبيجملوا الأهلي وخدوا الأهلي يعني هم يتعاملوا اللايحة للأهلي مخصوص أهلي أخدوا أول وثاني أفرق موضوع بسيط يعني عصير وبدأت هو المنظم مش الرجاء في الزب عصير بس ما نفتحش القصة قديمة الأهلي حاجة تفتح النفس أهلي حاجاتي سعيدنا الفوارق صعبة كبيرة طبعا أنا بقولك من شوية نحلم احلم زي ما أنت عايز لحد الماضي احلم أن توسط قربات جزاء احلم أن أنت تكسب واحد احلم زي ما أنت عايز بس تكونك بتلعب في المواجهة الرسمية وليس الشرفية مع ريال مدريد في محفل زي ده وليحلم كله وبيكلم أنت النهاردة قناة ريال مدريد الرسمية بعدين غالبناهم قبل كده 2021 2021 بس سيبك ده كما تشودي القناة الرسمية ريال مدريد النهاردة بتجيب تقارير عن تدريبات الأهلي وتتكلم عن مواطن القوة الضعف هما طلبوا الأهلي بعت لهم وريال مدريد بعت لهم شوف أنا نتكلم في إيه انت بتتعامل مع مين ند ند لما صحيفة موندو دي بوتيفو أسبانية ودي واحدة الأعظم الصحف النهاردة بتقولك الأهلي أنجح فريق في العالم بيه عم قالك واخد فوق المينة ربعين لقب في آخر 20 سنة نتكلم بعد ريال مدريد 28 ريال مدريد في الأقابة وقال 24 أنا بتكلم بتقولك النهاردة الصحيرة بتقولك فيه أربع نجوم بتقولك أكتر من 40 دوري وفيه عشرة دوري أبطال أفريقيا فهذا أعظم فريق في العالم وأكتر فريق في آخر 20 سنة واخد مطلاط متفوق على بايراميونيك فتتكلم على حاجة تدعوك الفخ فكرة بقى أن أنت مشجع فريق تاني احترمك جدا لكن ما يمنعكش أنت تقرم الأهلي واللي بيعملوا أهلي والإنجاز أهلي الأهلي تقسوا الظروف هو الثالث أو رابع كاس العالم عندها طبع ده تقسوا الظروف الأهلي من سنتين بصها الصخير لكن أنت تتخير كده من سنتين أهلي تمرعبين في نص النهائي بايراميونيك بوطر أوروبا وبعد سنتين أهلي بلاعبين ريال مدريب وبالسنة فاتت بلاعب براسل برازيل فاتت متخير من فرق مصري وصرق المنطقة دي صحيح فاتت رجل وتعظيم سلام إذن ناحية